موسيقى أهلا بكم إذن مشاهدين الكرام نبدأ الآن نقاش مع ضيوفنا ورحب بزميلنا مراسل قانت المغربية عمر أبو ندام من قطاع غزة ومن غزة مستشفى حتى الشفاء تحديدا ورحب كذلك بالدكتور عامون عم الكزان البحث في السيشيولوجيا السياسية من الرباط الدكتور أنور الغربي الأكاديمي والناشط السياسي والحقوقي من جناف كذلك معنا عبر سكايب مرحبا بكم جميعا أبدأ بعمر ليقدم لنا آخر ما لديه من معلومات معطيات بشأن الوضع هناك تفضل عمر نعم سميرة اليوم وزارة الصحر في بيان صدر عنها قالت أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 شهيدا وإصابة أهد 11162 آخر بجراح مختلفة أيضا نفجأة في البيانة أن الاحتلال الإسرائيلي انتقى بمجازر بحق 521 عائلة راح ضحياتها 3109 شهداء ولازال عدد كبير من ضحاياها تحتنا القادر هذا فيما يتعلق بتصريح وضعات الصحة المتعلق بتحديث عداد الشهداء والإصابة فيما يتعلق بمعبر رفع وهو الخبر الأهم من يومين ماضيين حتى هذه اللحظة لم يفتح معبر رفع وحتى هذه اللحظة لم يدخل أي من المشاهدات المنشودة التي جاءت عبر شاحلات تبرع بها الهدان الأحمر المصري والدولة المصرية ودولة الإمارات ودول أوروبية وكثير من المتبرعين لم تدخل حتى هذه اللحظة من الشاحلات لم تدخل أي من المستعدات لم يفتح المعبر حتى هذه اللحظة حسب الأنباء التي يجب التدورها أن طواقم العاملة في معبر رفع تحاول منذ ساعات الصباح تثمت وتعبيد شوارع المعبر البناء تحتية خاصة معبر لتسهيل دخول الشاحلات لكن ما نؤكد أن حتى هذه اللحظة لم يفتح المعبر ولا تدخل الشاحلات طيب عمر فيما يتعلق بإعلان كذلك من الحظة باسم المستشفى أو بوزاة الصحر صباحا أن سبع مستشفيات خرجت عن الخدمة كيف إذن تواجه باقي المستشفيات هي كانت في حالات صعبة وصعبة جدا الآن سبعة منها خرج عن الخدمة ربما صار ملاجئ لمن تهدمت بيوتهم كيف يقع التعامل مع الحالات التي تصل كل ساعة تقريبا أو حتى أقل لهذه المستشفيات نعم سمير الوضع في غزة الوضع الصحي متداعي منذ أيام وكانت ومزالت وطارة الصحة تماشد باستمرار منذ أيام تدعيات نقص الوقود الذي يشغل مولدات المستشفيات في سيما القطاع الكهرباء عن قطاع غزة من قبل الشركات الإسرائيلية وأيضا من تدعيات نقص المستلزمات الصحية والطبية لا سيما أيضا في وجود أعداد كبيرة من الضحايا التي تصل إلى المستشفيات والجراحة المختلفة بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة كنت اليوم أتحدث مع المتحدث بسم وزارة الصحة فيما يتعلق وطرحت عليه سؤال إلى متى ستستمر مستشفى الشفاء وهو مستشفى رئيس المتعزة إلى متى ستستمر في تقديم الخنة في حال لم يدخل السولار ولم تزود مولدات المستشفى بالسولار لتشغيل الكهرباء داخل المستشفى قال أن أصلا الوقت الموجود لصالح وزارة الصحة والذي من المفترض به تشغيل المولدات قد انتهى منذ أيام والأنر وعبر إدارة العمليات تحاول إسعاف وزارة الصحة أو خصوصا المستشفى الرئيسية الموجودة في المحافظات الخمس لمحاول الديمومة في استمرار عملها لارتفاع عداد الإصابات والضحايا التي تصل إلى هذه المستشفى كما يتعلق بالمستشفى السبع التي توقفت على العمل هي المستشفى ليست بالرئيسية الرئيسية ولكنها مستشفى رعاية صحية أو مستشفى مساندة للرئيسية لكن بسبب سوء الأوضاع وبناء على خطة الوزارة فهي فقط قامت بضح كل شيء من وقود أو مثل الزمع الصحية وطبية إلى المستشفى الرئيسية الخمس بسبب ارتفاع كما قلنا بسبب ارتفاع وصول عداد الضحايا والإصابات إلى هذه المستشفى ولأنها مستشفى رئيسية داخل المحافظات الخمس داخل قطاع طيب عمر بعد استهداف الكنيسة وهي أقدم تقرب كنيسة من أقدم لكناس في العالم ربما عمرها أكثر من ألف سنة كيف هو ما هي ردة الفعل الشارع الغزاوي حينما يرى كذلك أماكن عبادة غير مسلمة كنيسة في هذا الوقت أنها تستهدف كذلك فيما يتعلق بكنيسة القديس برفريوس التابعة للطائفة طائفة الروم لأرثوكس وعلى أثر استهداف هذه الكنيسة يوم أمس حسب وزارة الصحة اليوم أيضا في بيانها أن 18 شهيدا جاءوا على إثر قصف الكنيسة يوم أمس علما أن أكثر من عائلات تمسحة من السجن المدني لإستشهاد جميع ضحاياها من العائلات المسيحية المنزل الغزة هنا أريد أن وإحنا العائلات أو حتى عدد الأفراد أو من ينتبون إلى ديانة المسيحية في مدينة غزة أو في خطاع غزة كيكون حوالي من 400 إلى 500 مسيحي هناك وهذا السياق أريد أن أن هناك ما زالت تحت الأنقاض ضحايا وأيضا إصابات مختلفة يتم محاولة إجلاها لكن كل هذا يأتي متأخرا صراحة بسبب صعوبة الأوضاع هنا وبسبب قصف الطيق والشوارع العراسية وبسبب كثرة وضراوت القصف على الأحياء السكنية في أصلا شح المعدات الصقيلة التابعة لوزارة الأشغال وأيضا المعدات اليدوية من أجل الانتشال هذا العمر أخر إجناء كثير من ضحايا ليس في الكنيسة فقط وإنما هناك حسب ما قالت وزارة السحعة سابقا أن أكثر من حوالي ألف 800 مصاب أو ضحية ما زالوا تحت الألقاط حتى هذه النعضة ولم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع التي ذكرناها في هذه المداخلة شكرا شكرا جزيلا عمر أبو ندام وراسل المغاربية من غزة شكرا لك أعيد الترحيب بدكتور عبد منعم الكزان والدكتور أنور الغربي دكتور أنور أود أن أسألك وأبدأ معك هذا النقاش فيما يتعلق بداية بمجتمع أو المنتظم الدولي الحقوقي إلى حد الآن هناك مطالب وهناك شكاوى تقدمت للجنائية الدولية وليس هناك تفاعل حقيقي كريم خان لحد الآن لا يتفاعل في حين أنه البعض يقارن مع أوكرانيا يقول أنه تفاعل بسرعة وأرسل فارق تحقيق فيه 40 أو 50 عضو وما إلى ذلك لماذا لا يزال المدعي العام الجنائية الدولية تجاهل هذه الدعوات لا يريد التحرك بالشكل الذي يناسب حجم الكارثة الإنسانية نعم تحية لك أستاذ سمير وللعاملين في قناة المغاربية هذه القناة المناضلة التي تقوم بدورها وزيادة في مثل هذه الظروف شكرا جزيلا لكم الإجابة على سؤالكم أنه صحيح أمر مستغرب أنه إلى حد الآن المساعي التي قام بها النشطاء والجمعيات والمجتمع المدني وغيرها بقيت بدون تفاعل ملجيها المقابلة وهي محكمة الجنيات الدولية بالأمس الاتحاد الدولي للحقوقيين أو دعا إحاطة للمدعي العام هذه الإحاطة الثانية في ظرف الأسبوع حول ما يحدث خاصة كما نعلم أن فلسطين صارت منذ فيبري 2021 تأخذ صفة الدولة بالنسبة للمحكمة وهي ممضية على اتفاقية روما وتنتبق عليها كل المواصفات ثم أن المحكمة نفسها أعملت كانت أعلنت مع بن سودة حينها بأنه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية الدولة الفلسطينية يعني بحسب توصيف المحكمة نفسها غزة والظفة الغربية والقدس الشرقية هو من اختصاصها وأنها باشرت التحقيقات في ذلك كان هذا منذ سنتين والمحكمة أعلنت في أكثر بالمناسبة بأنها معنية بهذا الملف الآن هناك غرابة شديدة خاصة بعدما تفضلت بذكره أن المحكمة سارعت بفتح تحقيق في ما جرى ويجري في أوكرانيا مع العلم أن أوكرانيا وروسيا كلاهما ليس عذوا في المحكمة ومع ذلك سارعت المحكمة وأدانت بشكل مبدئي ما يحصل وتقريبا ما حصل مع بوتين وعدد من القادة الروس فحقيقة السؤال يبقى مطروح ومع ذلك ومع ذلك تبقى الإحاطات والدعوات مهمة جدا لدى المحكمة يعني حتى نقرب الصورة للناس البعض يقول ما الفائدة من كل هذا ولماذا يعني تضيعون وقتكم مع المحاكم ومع الهيئات الأممية ومع الأمم المتحدة والمقررين الخواص والمفوضية هنا في جناب ومجلس حقوق الإنسان وغيرها لا يا سيدي المسألة ليست بهذه البساطة أنت لما تكون مار في الشارع وترى جريمة ترتكب أمامك في الشارع يعني تطلب البوليس في الدولة التي أنت فيها وتقول أنا الآن شاهدت جريمة جريمة قتل أو جريمة اعتداء أو حتى سرقة عادية والبوليس يقوم بدوره ثم يحيل للقضاء هذا الذي نقوم به نحن اليوم نحن نبلغ عن جرائم وهذه ليست جريمة واحدة نحن نتحدث عن جرائم حرب نتحدث عن جرائم إبادة نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وهذه كلها بقوانين المحكمة تهجير قصري تهجير قصري عقاب جماعي هذه كلها بقوانين المحكمة نفسها يعني المادة 6 والمادة 7 والمادة 8 تتحدث عن هذه التفصيلات يعني التحركات هي كلها وفقا لما تنظمه نفس المحكمة ووفقا لشروط المحكمة كل تحركات حقوقية طبعا يا سيدي أنا ممكن أن أقرأ لك قانون المحكمة نفسها يعني المادة ستة في موضوع الإبادة الجماعية تقول إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية المادة السبعة تقول إخضاع الجماعة والمجموعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا الجريمة ضد الإنسانية هي أنه الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين أو إبعاد السكان أو النقل القصري للسكان جريمة الحرب هي يعني لما يصير انتهاكات واسعة لاتفاقيات جناف وعدم احترام مبدأ التمييز والتناسب وخاصة أنه تم إعلان رسمي من السلطات القائمة في القادة الإسرائيليين سواء من وزير الدفاع الذي قال نحن نحارب حيوانات حيوانات أو الرئيس الحكومة أو العديد من القادة العسكريين وليس فقط تصريحات دكتور أنور حتى الإجراءات قطع الماء قطع الكهرباء قطع الغذاء قطع الدواء كلها داخلها حسب ما يقولوا داخلها في هذا التكييف القانون يا سيدي لو لديكم الوقت حتى نتحدث عن المواد والتكييف القانوني ممكن أن نتحدث في هذه المسألة أن فقط أردت أن أوضح للمشاهد الكريم لمتابعي قناة المغاربية أن ما يقوم به النشاطاء والفاعلون والحقوقيون والقانونيون هذه الأيام ليس من باب الطرف الفكري يعني لحد كان لدينا في جناب هذا الأسبوع بالأمس فقط عدد من المحامين من فرمسا من ألمانيا من الكويت من تركيا من عديد البلدان هنا في جناب لتدارس هذه المسألة وفي آخر اليوم تم إداع القضية لدى محكمة الجينيات ليس قضية هي إحاطة وإعلام وإملاغ بالذي يحصل حتى لا تقول المحكمة وتسجيل ذلك بشكل رسمي حتى لا يقول ركوذات يوم أننا لم نبلغ لم نكن على علم ربما لكن يعني وسأل علم كلها تتحدث وموقع تواصل إسلاء العام كلها ما فيش خبر الآن كل الأخبار زالت فهذه في حد ذاتها ما يشاهده المدعي العام بنفسه في شاشات التلفاز يكفي أن يحرك من نفسه القضايا هو لكن يبدو لكأنه يعني السؤال المطروح دكتور أنور ثم أذهب للدكتور عبد المنعم أنه بخصوص الثقة في هذه المحكمة الآن يعني إذا كان فما الكيل بمكيالين والميزان بميزانين يعني هذا ألا يضرب الثقة في هذه المؤسسة الأممية الدولية هذا بالضبط يعني كانت هذه أول جملة من الإحاطة البارحة الإحاطة لما قدمت هي لدعم العدالة ودعم القانون وعدب التحقيق المدعي العام في هذه الجرائم هو تشجيع للجريمة وتشجيع للإبادة وتشجيع للقتل وحماية للقتل يعني هذه كانت تقريبا أول جملة بهذه المفردات يعني بالتالي هو تأكيد لكلامك الذي يشعر بأنه ممكن أن تحميه القوانين فهو بلا شك سيرتكب مزيد من الجرائم ولكن دعني مع ذلك دعني أؤكد على أمر حتى لنترك الآن الجنائية الدولية على جنب ونذهب حتى للمحاكم الوطنية والتي لها ولاية في مثل هذه الملفات أنا أضرب مثال واحد جورج بوش يعني لما ارتكب الجرائم المعروفة في فغانستان وفي العراق وغيرها لم يبادر أو لم يسعى للخروج من الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت ولما سعى للمجيء وتقديم محاضرة في 2011 في جناف كانت تنتظره الشكوى أمام المدعي العام السويسري وأعلن حينها المدعي العام بأنه ملزم بالقوانين السويسرية أن يسأل الرجل يهود أولميرت رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أيضا سنة 2017 أو 2018 منذ خمس سنوات فقط كان المفروض أن يأتي ويقدم يحضر في محاضرة هنا في سويسرا ونفس الشيء يعني رفعت القضايا ضده وألغى الزيارة قادة إسرائيليين أيضا كان مفروض يشاركوا في معرض هنا في لوزان منذ سنتين أو ثلاثة أيضا حصل معهم نفس الشيء توني بلار نفسه رئيس الحكومة البريطاني الأسبق كان ألغى مشاركة لي في منتدى دافس منذ سنتين أو ثلاثة مخافة ملاحقة فالقضية يا سيدي الأدوات كثيرة ومتعددة وبالتالي علينا كحقوقيين وقانونيين ودعمين للعدالة ودعمين للحقوق والحقوق الناس يعني لا تعوزنا الوسيلة حتى يعني لا نترك الضحايا لوحدهم جيد ابقى معي دكتور أنور سأعود إليك ورحب الآن بانضمام الدكتور سامي الأسطل الأستاذ الجامعي من غزة دكتور مرحبا بك شكرا لانتحقك بنا عبر الهاتف الوسيلة الوحيدة الممكنة في غزة الآن الأمس كان هناك استهداف لكم أنتم كأسرة كعائلة عائلة الأسطل بداية نسألكم على حوالكم كيف هي ثم بعد ذلك تعليقك على هذا الاستهداف كذلك لكنيسة هي ثالث أقدم كنيسة في العالم اليوم المتحد باسم الصحة وزارة الصحة في غزة يقول أنه شهيد الاحتلال مفتوحة للتطهير العرقي واستهداف كل من هو غير يهودي ما تعليقك جاء بعضنا عشان ما يقول لكل العالم أن الأطفال فقطهم أطفالهم وأطفالنا ليسوا أطفال وجاء ليقول أن الأسر هي أسرهم وليس أسرنا وأيضا جاء كذلك ليدعم الاحتلال بضرب الكنائس وضرب المستشفيات وضرب البيوت لا يمكن أن نسمي هذه الحرب إلا بحرب البيوت يعني إحنا من عائلة فقط عائلتنا يعني كم كبير جدا من الشهداء كم قصف بيوت أطر يعني زوج وزوجة عنده ست أطفال أدول مصلحة من التجلات وكلهم الطيباء وأبناء عموقة هذه طبعا يعني كلنا يعني كأننا ننتظر نفس المصير طبعا البيوت يعني كتراطم للأرض وكأنها كومة فوق أجساب الأطفال يعني حاليا الآن يحطينا أكثر من خمسين من أبناء العمومة كلهم يعني زوج وزوجة وأطفالهم زوج وزوجة وأطفالهم هذا هو الحياة المكررة في كل قطاع غزة وهذا يعني يبين السقوق الأخلاقي والتنميذ العنصري بين يعني النظر الغربية للشرق لأنهم ينظرون إلى حقوقهم وينظرون إلى حقوق الحيوان عندهم وينظرون إلى أكثر درجات الشفافية في هذه الموضوعات لكنهم لا يروا إحساسنا ولا يشعروا بالقتل هذا سقوق أطلاقي كبير يعني إنسانية لا تنطبق إلا عليهم فقط هذه هي الإنسانية التي يتحدثون عنها وإن كان هناك من حديث فهذا الحديث مقطوب على ذلك الشياني أمس حتى إنه يعني أكثر من 18 من شهيد من المسيحيين في هذه الكنيسة الموجودة في غزة وهي يعني بعد كنيسة المهد وكنيسة القيامة وهي كنيسة من أقدم الكنس الواقفة أو القائمة حتى هذه اللحظة فيتم استمداثة دون ما أي استمداثة حقيقي أو وقف حقيقي حتى أن يعني أنطونيو غوتويريش من أول يوم من يوم السابق ويدعو إلى وقف إطلاق النار وأيضا يدعو إلى تدخل للحاجات الإنسانية التي يمر بها قطع غزة وضمن هذه لا تقفى على أحد وارتبادات هذه الحالة الإنسانية التي لا يمكن أبدا أن يسكت عنها كل ذي قلب ينبض فلذلك نرى أنك في الساحات وكل العواصم في معظم دول العالم فقط في العواصم الغربية أيضا يستشعر الناس هذا الأمر بالآلاف وأحيانا بالمئات الآلاف يخرجوا السنكارا لهذه النزعة الساقطة أطلاقيا التي لا تقيم أي وزن للمدارس وحتى يعني مدارس ليست مدارس حقومية أو خاصة وإنما مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأونر وتابعة للأونر المتحدة يعني المدارس حتى يعني هذه هي لا تذكر باقي المدارس وأنها تذكر المدارس الأممية يعني هذا يبين أنه هناك جيك مرتوح هناك قط يعني دفتر أبيض سوى اللي بدك يا أيها المفتال إنسح أضرب أقتل بدون أي رقيب والذخائر تأتي ومليارات الدولارات تأتي وغزى وحدها دونما طيب دكتور سامي دكتور كيف يتابع الغزاويون هذه المظاهرات التي تخرج في عواصم عربية وإسلامية وغربية كذلك دون انقطاع تخرج يوميا بالأعداد مختلفة ولكنها تخرج وترفع شعارات يتم منعها في دول وعواصم غربية كثيرة ولكن يسمح لها في دول عربية وإسلامية ما أثر هذه المظاهرات وهذا الدعم وهذا التضامن على أهل غزة هناك في الداخل أثر عظيم جدا يعني كانوا يشعر بالوحدة يشعر بعمليات الإعدام والتذكير والذلح وحدهم لكن عندما يروا أن هناك هناك لديهم قلوب ولديهم أسيس ولديهم نقوة ولديهم تضامن وتكاكل وتتاق يعني إنساني على المدى الأبعد من المدايات القومية أو الدينية يشعر بأن ذلك يعطيهم دفع للصمود حتى وأنهم تحت الصواريخ والصواريخ بالمناسبة هي طن كون صاروخ يعني القبر العاري أو صبر الطفل يحتمل طن لأنه ما يضرب إنسانه ويضرب البيت عشان يموت فيه كل اللي موجودين يعني ما في فرصة أبداً 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 للغروب يعني الصاروخ معناته كون من الله يعني ما في شيء كان ينتميه ولا أنه يحتمي يعني هذا قتل بدون أي فرصة للنجاة فعندما تخرج هذه المباهرات واستنكار لهذا المشهد استنكار لهذه الأعمالية التشية وهذا الحرق لهذه الجسد وطبعاً دائماً يكرروا أن يعني الغزويين تبخوا الأطفال ويعني أمامهم نهاية الأطفال الذين قطعوا في قطاع غزة بسبوها الحية وأمامهم الأطفال تحت الركام تحت إمارة من الطابق الأربعة عشر أو الثلاث عشر أو الثلاث عشر أو الثلاث أول أو الثاني وينادوا النجدة ولا أحد الآن يعني لدينا أكثر من ألف وخمسمائة تحت الأنطاف ما حد قادر يطلعهم لا في إمكانيات ولا في كهرباء ولا في أي شيء يعني يعني أنا حقيقةً اتجولت في شوارعنا مع أنه زي ما أنا تجول يعني لكن الناس تطلع أجيب اللي بد يجيب أبوتنا اللي بد يجيب له يعني ربطة من الخرز اللي كي يقتات الناس يعني الآن 14 يوم فلذلك هذه المظاهرات التضامن والتكامل والتكافل اللي بيشتفوها على المستوى العربي والمستوى الإسلامي والدولي بيبين يعني الإحساس بهؤلاء الناس بترتفع الروح المعنوية وأيضاً هذه المظاهرات توضي جانباً للمواطن في قطاع غزة أنه أن العالم لا زال به خير وأن يعني لو أن هناك نظام إقليمي يعني جيد لكانت الأمور أفضل من ذلك ولو أن هناك أيضاً نظام عالمي جيد لكانت الأمور أفضل ولما تركنا تحت آلات القتل وآلات الموت التي كل اليوم تدبع لمرأة ومسمع الناس ويكذبون كذلك الأمر يعني أنا بالنسبة لي كنتم تابع صف جيش الإسرائيلي وكان بوستات وحتى هذه البوستات من الجيش بعد قطف مستشفى مدالي يعني قالوا إحنا بس بنا نريحكم عشان يعني تموتوا موت رحيم عشان ما تطولش معاناتكم نسقت هذا البوست ونسقت الإدراض التبع وبعد فترة مسحوا وكذلك بيجي عشر بوستات فيها يعني اتشفت فيه والتأدية عظيمة جداً جداً تم شطرة وشطرة بعدما أن قامت المباهرات مباشرةً وفي نفس نحظة مجلس الأمن القومي داخل الاحتلال نادى خاصةً في تركيا أنه على كل مواطني الاحتلال العودة مباشرةً وطوراً وهذا استشعار مباشر لمدى يعني الخوف والريفة هذا كله يستشعر في الفلسطيني في غزة وبنشعر فيه وكتابه ويعني يجعل على قلبه شيء من البرد والفلج ومحنين رغم الحمام التي تصل على رأسه شكراً شكراً جزيلاً دكتور سامي الأسطل الأستاذ الجامعي كنت معي من غزة دكتور عبد المنعم الكزان الباحث في السوسيولوجيا السياسية من الرباط أشكرك مجدداً وأسألك عن هذا الزخم الشعبي المتواصل والمستمر دعماً لما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ما أهمية هذه المظاهرات أهمية هذا الدعم السوسيولوجي الدعم الشعبي يعني نفسياً واجتماعياً ومن حيث القدرة على التحمل كذلك بالنسبة لأهل غزة لا نعلم أن تطلنا مع مدنيين في غزة وفي أي بقاء العالم التي تتعرض لكل أشكال الدين وأمور كل أشكال يعني للحوضة الإنسانية على أسهم الشر ومن المدعات لا يمكن إلا أن الإنسان يدع الأقل نفسياً من الشر بأنه تضغط عن الدول كذلك بالإضافة لو لا عدم أوروبي يعني ملايين في بجموعة من الأحواص العالم سواء في المغرب سواء في الجزائر سواء في جميع الدول العربية والإسلامية وحتى الأوروبية لما كان هذا التوازن في ظل الخلق وفي ظل الخلق رأي عاماً دولي ضد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل بلاده دولته أو المستقلة في حدود 67 إذن المظاهرات هي لها بشكل أكبر وأكثر من أي وقت مضى في ظل هذه الستيئة إلى نجيا وفي ظل أيضاً أنه تمكن إسرائيل من خلق رائعاً دولي ضد الفلسطيني مما خلقها ووقت هذه الحكومات التي الآن لم تمكنها لإقناع المنصد الدولي حتى بوقف إطلاق النار ووقف هذا السحف ووقف هذه الحرب وهذه الدول الإسرائيلة على فلسطيني غزة إذا المظاهرات لا دورها داخل في أي لا دورها ولا دورها أي مشكلة مما يخلق ذلك التوازن من أجل عودة قضية الشعب الفلسطيني للواجهة المستوى على الأقل من جهة دعم الشعب الفلسطيني ومن جهة خلق ذلك التوازن الذي كان غائباً في اللحظات الأولى من الدول الإسرائيل على المنصد طيب دكتور أنور فيما يتعلق بالغرب هنا هذه المظاهرات غير المرتبة التلقائية برغم التعتيم الإعلامي أو محاولة التعتيم الإعلامي الرسمي في الغرب إلا أن يبدو مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت المحظور وتجاوزت الممنوع الذي أريد له أن يكون ممنوعاً ووصلت إلى فئة كبيرة من الشباب اللي نراه في الشوارع تحت المطر وفي الليل يتضامن مع قطاع غزة يدعو إلى وقف استهداف المدنيين ما أهمية هذه المظاهرات كذلك في الغرب وما تأثيرها على صاحب القرار في أوروبا لا لها أهمية كبيرة جداً نحن نراها حتى لدى السياسيين الذين يخوذون الانتخابات يدركون أهمية هذه المساء الخاصة كما تفضلت أنه الجل الذين ينزلون للشوارع الغالبية العظمى منهم هم من الشباب وأنا أذكر هنا في هذا السياق منذ سنوات قليلة وقع استبيان هنا في الغرب ومسألة الناس فكان غالبية شباب تقريب 70% منهم أو 65% أجابوا بأن الخطر الأول على السلام في العالم هو دولة إسرائيل هذا في الغرب كان منذ سنوات واليوم هذا يترسخ أكثر فأكثر في الوقت الذي أتحدث فيه إليك سيدي هنا من جناب والمطر ينزل بغزارة ورياح شديدة هناك مسيرة حاليا أو وقفة أمام الأمم المتحدة بالمئات لم تكن بأعداد أكبر غدا مسيرة تجوب شوارع جناف يوميا هناك وقفة أنا مباشرة بعد هذه الندوة معكم سألتحق بهذه الوقفة اليومية في وسط جناف يوميا من الساعة 5.5 إلى الساعة 6.5 يعني وقت الظروة وفي قلب جناف إلى أن يقف هذا الاستهداف العبثي والخطير جدا للإنسان والشجر والحجر هل هناك تغير في المواقف الرسمية دكتور؟ هل تلمس هناك تغير عن الأيام الأولى؟ هناك بعض التغير نعم بلا شك الدليل على ذلك أن هناك بعض الكونتونات في جناف مثلا كونتون زوريخ وبيرن وبازل مثلا لنأخذ مثال جناف سويسرا منعوا التظاهرات في الأيام الأولى ثم الآن تراجعوا عن ذلك حكم القضاء المجلس الفرنسي الذي أعتبر أن ما أعلنه درمناء وزير الداخلية بحضر هذه الوقفات والاحتجاجات أعتبر ذلك مخالف للقانون بما يعني أنه نوع من السماح للناس بالنزول وإن كان الناس لا ينتظرون مثل هذه الناس نزلوا بتلقائية وعفوية للشوارع لأن هذا أمر طبيعي وتلقائي وعادي اليوم يتحدث إلي أحد العاملين الصحفيين في الأمم المتحدة قال لي غريب وجدنا من زملائكم الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة هنا قال وجدنا في جميع صندوق البريد عندهم دعوة لوقف لمساندة إسرائيل فقال استغربنا لأنه في العادة لا تصلهم مثل هذه الدعوات على سناديقهم الخاصة فتبين أنه الدعوة وهمية فقط لبعض السؤال تبين أنه مجرد التذكير بأنه أيضا هناك إسرائيل يجب دعم بالنسبة للبعض لأنه فعلا فعلا الشعب في عامتي في غالبيته هو هذه طبيعة الإنسان يا سيدي لما ترى أن الناس نزلت وساعدت حتى في الكوارث الطبيعية لما يصير زلزال أو تصير كارثة فالناس بتلقائية تذهب لتساعد فما بالك إذا كان هذا الزلزال وهذه الكوارث من فعل البشر وهي تحصل أمامنا والآن الأستاذ الجامعي الفاضل من غزة يتحدث عن الوضع لديهم ونحن نتحدث الآن منذ أيام قليلة قال الأمين العام للأمم المتحدة جوتارش بأنه غزة على حافة الهاوية أين هي هذه الحافة؟ حافة الهاوية هذه نحن بعد سنتين الناس بلا غذاء بلا دواب بلا شرب بلا أدنى شيء بالحد الأدنى يعيشون يا راجل نحن نعيش في وضع غير مسبوك في تاريخ البشرية الحديث الذي نعلمه نحن فحقيقة ما يحصل أمام أنظارنا اليوم هو مقياس للظلم الإنسان والجرام الإنسان لما يصل لدرجة يرى أنه لن يحاسبه أحد أو على ما يرتكبه من جرم ومن فعل مجرم بالقوانين الدولية دكتور عبد المنعم أمام هذا الزخم خاصة المغرب لما نتابع هناك دعم شعبي غير مسبوك حقيقة وتضامن شعبي كذلك واسع مسيرة الأحد الماضي يضرب بها المثل في مليونية الأحد الماضي صحة العبارة في نزول الجميع بعض يتحث على أنه تقريبا نصف المشاركين من النساء كلهم داعمين لقضية فلسطين ورفعوا شعار مهم جدا وهو تجريم التطبيع هناك مطالبة في المغرب بتجريم التطبيع هل برأيك السلطة السياسية في المغرب اليوم قادرة على التفاعل مع هذا الطلب الشعبي وكأنه عملية سبر آراء غير مقصودة حصلت يوم الجمعة يوم الأحد الماضي ويوميا اليوم كذلك موجودة مظاهرات في أكثر من مدينة وإذا لم تقع في الرباط في تقع في ولايات كثيرة من ولايات الوطن المغربي هل هناك قدرة واستعداد يعني أنت شفت كذلك أنه السفير غادر أو رئيس المكتب الإسرائيلي غادر بتواصل غادر مع تقمه هناك تحذير رسمه إسرائيلي من عدم السفر إلى المغرب مع دول أخرى هل هذا الوضع الكائد تام الملك كذلك هو رئيس لجنة القدس وكانت هناك مباريرات قدمت أن تطبيعنا هو محاولة للضغط أكثر على إسرائيل حتى لا تستمر في هذا الذي يواجهه الفلسطينيون دكتور عبد المنعم ما زادت معي انقطع حينما يعود سأعيد سؤال مرة أخرى إلى الخليل الآن الناتق رسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ أمجد النجار مرحبا بك سأل أمجد هناك أعلنتم في نادي الأسير أنه وقع اعتقال ثمانين فلسطينيين على الأقل في الضفة في طول كرم بعد أحداث الأرس ما هو الجديد وكيف تقاوم الضفة وكيف تسند الضفة غزة يعني أولا الضفة الغربية وقطاع غزة هما جسم واحد غير منفصلان إذا تداع له السير بيث الدستار والحمة هم أخوة ودائما هناك ليس تضامن ولا إسناد هو نضال للشعب الفلسطيني إن كان في غزة أو في هاشم أو في الداخل الفلسطيني المفصل نحن عندما نخرج في المصيرات أو في الشوارع من أجل غزة هاشم نحن لا نسأل نحن نوجه رسالة إلى الاحتلال المتواجد في أرض الضفة الغربية من المستوطنين ومن المعسكرات المنتشرة في كل نحاء الضفة الغربية بأن عليهم أن يرحلوا من هذا الوطن بأنه اقتنوار وجودهم ستستمر المعركة إلى ما لا نهاية بالدحكي في ملف الأسرى تحديدا كون هذا الملف ما نعمل عليه نحن خلال هذه القرب التي تشهر على أبناء شعبنا هناك وحشية وإجرامية تمارس من قبل الاحتلال بحق الأسرى الذين يتم اتقالهم في أثناء هذه المعركة من كل نحاء الضفة الغربية تم اتقال حتى تاريخ اليوم فرد 300 معتقل جميعهم من كوادر الأسرى المحربين أو من أوقات الهيدانيين الذين يعملون ليلة نهار من أجل إيصال صوت أبناء شعبنا إلى كل العالم قضت إلى ذلك الوحشية التي تنفل الآن بحق الأسرى القابعين في داخل سجون الاحتلال هناك ما يقارب 5500 معتقل فلسطين داخل السجون طبقت عليهم إجراءات الطوارئ من قبل المتطرف والمجرم جلنت وزير جيش الاحتلال والذي فرض عليهم جملة من العقوبات والإجراءات الإجرامية والتي تمثلت بمصادرة كل احتياجاتهم وكل أغرابهم الخاصة من داخل الغرف والأقسام بحيث لم يبقوا لأي أسير داخل الغرفة سوى غيار واحد من ملابسه فقط لغير تم مصادرة كل شيء داخل الغرف وداخل الأقسام يمنعون من الخروج إلى ساحة الفورة النزهة التي يخرجون بها ربع ساعة من الساعة لممارسة الرياضة منع عليهم كل شيء حتى زيارات الأهل ممنوعة ممنوع لقاء المقامين ممنوع الخروج من الغرف الآن الأسرة يتعرضون لعملية قمع وتنكيل لن يصدق لها مثيل لا يمر يوم دون أن يكون خلال أيام المعركة الماضية إلا وكان هناك عملية اتحام للغرف للأقسام الاعتداء على الأسرة بطريقة وحشية ضربهم ضربا مبرحا كما حدث مع أسرة سجن النقب الصخراوي كما حدث مع الأسيرات المجداتي سجن عدامون والاعتداء عليهم وعظم اللغة الأسيرة ممثلة الأسيرات مرح ذاكير وكما حدث مع الأشبال الذين عمرهم أقل من 18 عام أقل من أكثر من 300 شبل دخلوا إلى غرفهم وحاولوا الاستئساد على هؤلاء الأشبال كرد فعل على تمريغ أنتهم من أبناء المقاومة في غزة هاشم ما يحدث داخل السجون الآن هو جريمة حرب نحن توجهنا إلى الصريب الأقمر الدولي المظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة وقلنا لهم أين دوركم الآن العالم كله يتحدث من كل هذه الحكومات المجربة والمتطرفة والتي تدعم هذا الاحتلال الغاشم والتي طالبت من إفراد عن الأسرة الإسرائيليين والرهائل الموجودين لدى المقاومة في غزة ماذا عن خمسة آلاف وخمسونة موطة ماذا عن ستنئة أسير محكمين بالموابط مدى الحياة ماذا عن ما يقارد متين أسير لهم في الاعتقال أكثر من ثلاثين عاما وهناك عشرين أسير دخلوا عامهم الأرطعون داخل سجون الاحتلال ماذا عن الجسانين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال تخيل أصفى قضوا أكثر من ثلاثين عاما وتوقفوا داخل السجون حسب القانون الدولي واتفاقية جنيبة الثانية والرابعة يجب أن يدفنوا ويتم تسليمهم إلى أهلهم يتم وضعهم في الثلاجات للقضاء ومحكوميتهم والتي تراوح تصال تصين عاما أي إجراء من هذه الدولة المجرمة الفاشية النازية التي تبارس كل هذا أكثر من أربعمائة جثمان في الثلاجات ومقابر الأرقام ليأتي بوتير الشابة المجرمة المتطرف طيب يا أستاذ أمجل مع تحفظنا على بعض المصطلحات وبعض الصفات أسألك عن كيف تتعامل السلطة الفلسطينية مع المواطنين الذين يخرجون يوميا لدعم وإسناد غز يعني منذ اليوم الأول للمعركة والجميع يخرج بكل ويعبر عن رأيه وهناك نفيرات خرجت إلى نقاط التماسي للإحتلال ولكن كما تعلم هناك دائما من نريد أن يحدث البوصلة من هدف الرئيس هو الاحتلال والحمد لله أن هناك خرجت أصوات من إقوتنا في التنظيمات الأخرى من حركة حماس من الجهاد لأنها دعت الذين يحاولون حرف البوصلة في المعركة إلى عماكن أخرى كان هذا القطأ والذي حدث خلال أيام الماضية فتذلك المعركة مع الاحتلال نحن المعركة التي يجب أن نتوجه إليها فقط مع الاحتلال ومستوطنين والمستوطنين الذين ينتشرون في كل الحظة الغربية نحن يوميا متواجدون في كل النشاطات في كل الفعاليات في كل الوقفات في كل المسئرات التي تنظم لا أحد يعترض بل بالعكس لمن يطود المسئرات ويشارك فيها وعلى رأسها في كل محافظات الوطن ثم أيضا من أبناء السلطة الوطنية الفلسطينية شكرا جزيلا أستاذ أمجد النجار الناتق الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني كنت معي من الخليل دكتور أنور أختم معك لأن أنت ستغادرنا ثم أبقى مع دكتور عبد المنعم فيما يتعلق برأيك بهذه المسئرات التي تخرج في العالم العربي هل هي فعلا كذلك رسائل للظام العربي الرسمي الذي ما زال موقفه متأخرا جدا لم نقل عبارة أخرى بشأن ما يحصل في غزة هل هي رسالة لهؤلاء الحكام هل وصلت الرسالة برأيك هل هذا عملية تصعيد الخطاب هي فقط رماد في أعين الشعوب أم هو موقف حقيقي ربما بدأت بعض الأنظمة العربية تعيه نتيجة لما يحصل في غزة يا سيدي حتى لو كانت من باب ذر الرماد ومن باب المزايدة خاصة أنه نحن نعرف أن العديد من هؤلاء ليس لهم تاريخ يشهد لهم لدعم القضايا الحرية والعدالة وخاصة من قضية فلسطين وبالتالي أن يرفعوا من الخطاب اليوم ومن الشعارات ربما يطرح الأمر تساؤلات ولكن مع ذلك أنا أدعم أي توجه ونحن في ذلك سياسيا وشعبيا وغيره يا سيدي أطالب بهذا وأدعمه أينما حصل لأنه هذا أول شيء يثبت يعني يبعد هذه الأنظمة التي لم تطبع بعد عن مسار التطبيع المهين يجعل الأنظمة التي دخلت للتطبيع يراها اليوم أين هي انظر إلى الأردن اليوم ما الذي حصل معها بعد التطبيع انظر إلى مصر انظر إلى السلطة الفلسطينية انظر لكل ذكرت المغرب انظر إلى الإمارات وضع الإمارات اليوم البحرين وغيره السودان أيضا رغب ما فيها يعني كل الذين ذهبوا لما صار التطبيع اليوم هم في حرج شديد جدا مع شعوبهم خاصة أنهم لم يحققوا أي شيء من هذا التطبيع نعم والذين وقفوا يعني رأوا اليوم ما هي بوصلة الشعوب أيضا المسألة الأخرى وهي مهمة جدا في اعتقادي تثبيت هذه القضية في أذهان وعقول الأجيال المقبلة هذا مهم للغاية لما ترى الشباب مثلا لنأخذ مثال تونس وغيرها من البلدان أنه يصبح يقف الأطفال للنشيد الفلسطيني ويحيوه ويعرف كلماته وغيره هذا للأجيال المقبلة مهم للغاية مهما تكون إرادة الحاكم اليواضح وبالتالي أي خطوة كانت والمسألة الأخيرة وأنهي بها هي مسألة المقاطعة نحن من المطالب الرئيسية هنا في جناب في هذه الوقفة اليومية هي مقاطعة منتجات الإسرائيلية بيديس وهي المقاطعة على كل الأصعيدة ومن هنا مثلا سويسرا المطالبة بوقف التعاون العسكري وشراء السلاح الإسرائيلي أو بيع السلاح لإسرائيل ولكن في بلداننا العربية المختلفة باعتبار سؤالك متعلق بالبلدان العربية هي هذه المقاطعة المقاطعة للمنتجات الأمريكية والمنتجات الداعمة لإسرائيل والمركات المعروفة يعني المعروفة للجميع لا حاجة هنا للتذكير بها ولكن هذه ثقافة وهذه معركة طويلة كما قال إسرائيل بين المعركة طويلة لتدمير غزة فنحن نقول أن المعركة طويلة لتثبيت حقوق الناس في أرضهم وتثبيت حقوقهم والشعوب معهم الشعوب الخرى في كل مكان شكرا جزيلا دكتور أنور الغارب الناشط السياسي والحقوقي كنت معي من جناف دكتور عبد المنعم كنت سألتك عن الموقف الرسمي للمملكة المغربية هل سيمكن مراجعته أمام هذا الرفض الشعبي لمسار التطبيع والمطالبة الشعبية بذلك الموقف الرسمي دائما وابدا كان مع القضية الفلسطينية يجب أن نعلم أن هناك صيد يكون في لحظة في المراحل التي فعلا أنه يكون هناك عدوان من طرف إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والمغرب دائما يدعم حال الدولتين ورئيس لجنة القدس حدود لا يمكن على أي حال أن ننظر إلى الأمور بأن إسرائيل دولة في الأمم المتحدة الثاني أنه أن تكون هناك علاقات مع إسرائيل في حدود في حدود معينة يخدم القضية الفلسطينية الآن ما قامت في إسرائيل ما قامت بإسرائيل دي شب الفلسطيني أعتقد بأن الأدوار التي قامت بها مصر والأدوار التي قامت بها السعودية والأدوار التي قامت بها الأردن هي مواقف لا تتهان بها أيضا على اعتبار أن هناك من كان يعتقد بأنه مثلا مصر صحيح أنه لازلت هناك تبكير هناك يجب تسريع من تقديم المستعادة للغزاوين لكن في الوقت يجب أن نحيي الموقف المصري والموقف الأردني فيما يتعلق برغبة إسرائيل إجلاء الغزاويين من أراضيهم في حين أن هناك ألاف الإسرائيليين الآن يأتون من دول أخرى من أجل يعني الإتجاه نحو إبادة الشعب الغزاوي واضح يعني أنت دكتور عبد المصر تقول أن الأنظمة ممكن تطبع ممكن تدمش في مصار ربما لها حساباتها الأخرى لكن هذا في كل حالات لن يغير شيئا من الموقف الشعبي من الاحتلال الإسرائيلي وكذلك من دعم القضية الفلسطينية وربما الشارع المصري اليوم الجمعة أو الجمعة الماضية ربما خير دليل ومصر في هذا النسق التطبيعي لكن الشعب يعني لم يطبع ولم يتأثر لذلك هي وجهان لعملة واحدة ما تقوم به الشعوب يشكل ذلك الضغط الذي من خلاله أنه تكون تخدم القضية الفلسطينية بشكل أو بأخير واضح 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 الفكرة جيدا واضح الشعوب لا تمارس سيادة لكن هذا إيجابي في نسبتي للقضية الفلسطينية في حدي ذاتها نعم نعم وهو كذلك ولكن مهم جدا كذلك دكتور دكتور مهم جدا التأكيد كذلك على أن الأنظمة كلما كانت قريبة من إرادة شعوبها كلما كانت ثقة الشعوب فيها أكثر وكلما عبرت هذه الأنظمة على آمال وطموح كذلك واستجابت لمطالب شعوبها كلما كانت هذه الأنظمة أكثر ثقة وأكثر احترام شعوبها القضية الفلسطينية حركت مياه كثيرة راكدة أعادت أشياء كثيرة كانت في العمق إلى السطح مرة أخرى وأكيد أن أشياء كثيرة فعلا سواء على مستوى ما تقوم به الأنظمة أو مستوى الشعوب أشياء ولابد أن تراجع في المستقبل بسبب هذه القضية الوقت انتهى أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم الكزان البحث في سوسيولوجيا السياسية كنت معي من الرباط كما أشكركم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة والتغطية مستمر المتابعة